السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي هالنهار شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع اللي مهم مهم بزاف كل شي يعني مربي الارانب كيقلبوا عليه وهو كيف تسمين صغار الارانب بسرعة الصاروخ يعني بحبوب موجودة في الصغر يعني بعجالة ممكن هدروع هاد الموضوع ان الخليط ديال هاد الحبوب هذي يعني غدي تشدوا واحد يعني بنشو السوق غدي تشريوا قردية احنا كنقولوا قردية هي واحد لميكيال ميكيال كي تعملوا به الفلاحة شنو غدي تديروا غدي تشريوا قردية ديال الشعير وقردية ديال الدورة وقردية ديال النخالة غدي نوريكم الطريقة ديال الخلطة وطريقة ديال كيف الشعطيه هاد النخالة وهاد الشعير وهاد الدرع اذا اليكم الطريقة تابعوا معي الفيديو اذا الخلطة ديالي هي هادي يعني خلطة سحرية انا كنع سابرها يعني تسمين مباشر بالنسبة للالانب انتما هادي نوريكم بعباس نوراني داير هاد يراف هاد البرميل هادا على حسب اه يعني الحفاظ على هاد هاد الخالط هادا شنو درس انتو ما قل ممكن تشوفو هاد الخالط عبارة عن نخالة يعني هاد الكيمية كلها ارا تقريبا طايحة بشي اه خمسمية وربعين ريال يعني اتنينه عفوان 27 دلها يعني هادي اسمو فيها انا انا خلطتها بيدي هاد الخلطة هادي اشفيها فيها النخالة هذي النخالة وفيها الضرع هايا وفيها الشعير هاد الشعير كيقولو شعير بيزانة يعني كينو حد الشعير رقيق تاو مزيلا ولكن هادا كيموتو عليه الارانيب يعني كيبغيو بزاف شعير البيزانة اقلو معايا شعير البيزانة إذن هذا الخليط هذا هذا الكمية هادي ما سيضرب لكم لأن الكمية التي ستعطيه الأرانيب ليس كثيرا ستعطيه مغي الطاس الياغوت يعني فيه مئة جرام ستعطيه مرة في الصباح و مرة في العشية يعني هذا المئة جرام ممكن تعطيها الأرانيب الصغار لا نقول لكم يعني طاقة اللي كتبلي فيهم والوزن يعني الناس اللي كيقلبوا على التصميم غير هادي فرصة يعني هادية من يوتيوب وهي هادية من القناة ديالي أنا كان نعودكم دي مع الهدايا هادي هادية يعني مجربة الناس غادي يقولوا لي الطريقة كيفاش نعطيه هاد الخلطة هادي بالنسبة للصغار ممكن تعطيه هالوم هاكه مش مشكلة تعطيه هالوم هاكه أما بالنسبة يعني الأرانيب الأمهات نيت تولد لكم شيء شيء أنثى شدوا واحد المقدار هادي الخلطة هادي وتكبوا عليه واحد شوية ديال الماء ساخن ولكن ماشي بزاف ماشي بزاف ديال الماء غي حدو أنه يسرد واحد شوية وتعطيه هالوم في الصباح الباكر كونوا متأكدين أن الأمهات ديالكم غادي يفيدوا بالحليب أولا أنه خالة غادي يشدوا الصحة ديالهم غادي يسترجعوا الصحة ديالهم وغادي يكونوا يعني في وحد الحالة يعني مزيانة مئة بالمئة إذا عاقلوا معايا بالنسبة للتسمين ديال الصغار ممكن نعطيه هالوم هاكه ناشفه ماشي مشكلة أعطيه هالوم هاكه تعجبهم بالنسبة للأمهات والدوكور ولكن خصوصا الأمهات اللي الله ولدو يعني في السمان الأول في النهار الأول الثاني الثالث شدو هاد الكيمياء هكه كيمياء ماشي بزاف ممكن جوجة تيصان و تسردوهم ماشي ستتغرقوهم بالماء لا يعني خوفا من المرارة باش مدينو مش مرارة غيب جهد الماء يعني احنا كنقوله يتبرب شو واحد شوية بالماء الساخن ماع طيب تخليه شوية يبرد غير بما شوية يبرد هكه أو تعطيه هم ياكلوه كونو متأكدين أنها خلطة رائعة رائعة بزاف كعا هنا هادية خلطة مجربة من سنين وانا كانت استعملها وخصا كانت دينها الأرين البلدية البلدية كتستقلهم أكثر من الرومية ولكن الرومية جررت معهم والكروازية كذلك نفس النتيجة نتيجة يعني مرضية للغاية كان الناس اللي قد يقولون يا الأتمينة الأتمينة كيفاش يعني هاد القرضية شح الكتدير بالنسبة للشاعير شاعير بيزانة وبالنسبة النخالة وبالنسبة الدورة وهاد الدورة هادي ركا تكون مدكدق يعني احنا كنقوله أه ماشي دورة دورة نيشن لا كتباع هاك ماشي انتنو مكتش دورة تحنو هلا كتباع موجودة هاك بالنسبة للأتمينة الشاعير يدير 12 درهم سجلوا معايا باش يلمش يتوسسوا سعرفوا رأسكم اش كتباعه إذا الدورة كتباع 12 درهم الشاعير كيدير هادي قرضية قرضية رفاة واحد كمية كبيرة يعني انا نقوله ما تشلوش بالكيلو للا شيتوا بالكيلو ركا تحليكم غالي ديروا قرضية كبتاح شوية رخيصة وقتاح رخيصة قاع بززاف إذا القرضية ديال الشاعير 11 درهم القرضية ديال الدرا 12 درهم القرضية ديال النخالة نخيصة في الثامن كتدير سد درهم ونصف إذا هاد الخالط كله كتشدوه كتكبوه في البانيو وكتخلطو بيد ديكوهم ولا بشي خشبه ولا وكتقوه تستعملوه تعطيه الصغار ديالكم كنوا متأكدين أن راه تسمين بسرعة بسرعة الصاروخ أنا راه ما كانت تيقش أن مني كان أعطيهم هذه الخلطة هذي يوم عني يوم كان حسبيه هم كيكبروا عندي يعني الحمد لله أنا كان ديرت شي تجاريب كان نشوفه من الناس القدامة ولا كان نجرب الراسي مهم مني كان نجرب هاد هاد يعني الخلطة كان نحاول أنني نشرها مع العائلة ديالي اللي هما انتم هما بدون نفاق كان اعتبركم العائلة ديالي وكنتمنى لكم الخير ديروا هاد الخلطة هذي ان شاء الله ورها غادي تشكروني عليها مرحبا بالتعاليق طيبة ديالكم نشكركم بزاف التعاليق طيبة ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غاديا بالدعم ديالكم نشكركم بزاف لا تنسونا بزر جيم وتكيئوا له زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة